تنفيذاً لتوجهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لمراجعة إجراءات فتح المدارس الحكومية وبناء على توصية الفريق الوطني الطبي وفي ضوء ازدياد عدد الحالات القائمة لفيروس كورونا خلال الأيام الماضية أعلنت وزارة التربية والتعليم تأجيل البدء في العام الدراسي للمدارس الحكومية لفترة أسبوعين وذلك لفحص جميع الكادر التعليمي في المدارس الحكومية وبذلك تتأخر عودة الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية بالمدارس والتي كانت مقررة اليوم الأحد الموافق للسادس من سبتمبر إلى العشرين من سبتمبر كما يبقى الوضع بالنسبة لمنتسبي قطاعات الوزارة وإداراتها كما كان عليه الوضع في الأسبوع الماضي إلى حين صدور تعليمات جديدة بهذا الشأن أما بخصوص المدارس الخاصة فأكدت الوزارة بأن العودة ستستمر كما هي دون أي تغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر